أعلنت وزارة الصحة والسكان بدأ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لمقدم المشورة الأسرية بمحافظة الأسكندرية تستمر خلال الفترة من 14 إلى 17 من يوليو ألغاري ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تشمل المرحلة الثانية على 220 متدربا من أطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبعي والمثقفين الصحيين من 27 وحدة رعاية صحية أولية وثلاث مستشفيات تستهدف المبادرة الرئاسية إعداد فرق مدربة على تقديم المشورة الأسرية المتكاملة داخل غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية في تخصصات النساء والتوليد ورعاية حديث الولادة لتتكمل هذه الفرق الصحية مع ضمان تحقيق نتائج المبادرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر